السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الإخوان الأخوات الأصدقاء والصديقات مرة أخرى دائما في التتبع الملاعب المغربية والإصلاحات التي توقع فيها قبل كأس إفريقيا عام 2015 وهذا المرة طليل على ملعب أدرار أو ملعب أغادير كانت في بعض الإصلاحات تهم العشب صيانة وزرع البذور الشتوية تمت لتها دي الأسابيع أرضية ملعب أدرار بأغادير في حلة جديدة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال المباريات الدولية والمحلية الملعب سيبقى متاح لاستقبال المباريات ولكن الأشغال اللغة التقامية في محيط الملعب يعني كانت أشغال كبيرة كيف ما شفناه في الفيديوهات السابقة ولكن الملعب سيبقى متاح لاستقبال المباريات سواء الدولية والمحلية إذن هذه هي الأشغال اللي دارت في ملعب أدرار بأغادير الإخوة والأخوات كانت من عليكم الغران سعيدان الله في رأسكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة